موسيقى مرحبا وأهلا وسهلا بكل الطلاب والمعلمين المشتركين أنا أسيل نعمة واليوم رح نحكي عن الزراعة بالفضاء كجزء من فعاليات أصبوع الفضاء هاي المحاضرة والعديد من الأحداث الأخرى المتعلقة بأصبوع الفضاء فيكوا تشوفوها على موقع الوزارة أكاديميا براشت فيكوا كمان تبعثوا أسئلة بالتشات وآخر المحاضرة رح أحاولني أجاوب على هاي الأسئلة عن شو رح نحكي اليوم؟ اليوم رح نحكي عن العلاقة الموجودة بين الزراعة والفضاء بعدها رح نحكي عن الزراعة في الفضاء وبعدين أهداف الزراعة بالفضاء والزراعة على سطح القمر هل هي ممكنة أو غير ممكنة؟ نبلاش بأول هدف عنا نعرف شو هي العلاقة بين الزراعة والفضاء في الوقت الحاضر إحنا بزمن يلي عن طريق الإنترنت فينا نشوف صور الأقمار الصناعية كل الوقت وممكن أنه أي شخص تقريبا يفتح الإنترنت ويشوف شو القمر الصناعي شايف برضو المزارعين بقدر يشوفوا صور من الأقمار الصناعية لحقولهن هاي الأقمار الصناعية بتعطينا مساحات وصور لمساحات كبيرة من فوق بعدة طرق على سبيل البثال التصوير بالأشعة تحت الحمراء هذا التصوير ممكن يعطينا معلومات دقيقة عن درجة حرارة الحقل مثال آخر عن طريق الإشعابة رددات معينة ممكن تقدير مستوى رطوبة المحاصيل وعدة أمور أخرى يلي بتمكن المزارعين من تقييم حالة المحصول خصوصا لما المساحات بتكون كبيرة كثير وبيكون صعب متابعة التغييرات بالعين المعلومات والبيانات يلي بنحصل عليها من الأقمار الصناعية بتساعدنا في تحديد المشاكل إذا وجدت بشكل دقيق بفضل إمكانية تحديد المشاكل والتعامل معها بدقة كبيرة اكتسبت هاي الزراعة المتطورة لقب الزراعة الدقيقة الزراعة الدقيقة بتسمح للمزارع بتحديد مشكلة في منطقة معينة أو حتى في شجرة وحدة موازنة العديد من البيانات اللي بتساعده في العثور على مصدر المشكلة برضو ممكن تسمح له بالتخطيط المسبق للزراعة بكفاءة وفقا لتحليل البيانات السابقة حول خصوبة التربة الزراعة الدقيقة بتمكن المزارعين من استخدام المبيدات الحشرية ومياه الري بشكل أكثر ذكاء وهيك إحنا نقدر نوفر بالمياه ونقلل بالأدرار اللي تلحق بالتربة ليش؟ يعني بأي طريقة لأنه إحنا هيك عملياً منقلل المبيدات الحشرية اللي بتدور في البيئة ومن ناحية ثانية منقلل بإهدار المياه فعشان هيك من المتوقع أنه يكون للزراعة الدقيقة تأثير واسع النطاق وعالمي على المدى الطويل رح يصبح بزراعة المزيد من الغذاء عن طريق الزراعة الدقيقة وبالتالي إطعام المزيد من الناس حول العالم فعلى نطاق واسع بتوفر البيانات من الأقمار الصناعية كيف إحنا شايفين رؤى ثاقبة لتأثير الكوارث الطبيعية على المحاصيل الزراعية وعلى التغييرات في أنماط المناخ في المواقع المختلفة على سبيل المثال ممكن نستخدم صورة لمصدر مياه من قمر صناعي عشان نحدد كمية المياه اللي رح نقدر أن نوفرها لمنطقة معينة في الموسم القادم فكيف إحنا شايفين هذا الإشي بسمح بالتخطيط طويل الأجل للزراعة وللإمدادات الغذائية في جميع أنحاء العالم لهيك من الواضح أنه استكشاف الفضاء كان له تأثير عميق على الزراعة على الأرض ولكن بصرف النظر عن هذا الإشي في علاقة أخرى مصيرة جداً للاهتمام بين الزراعة والفضاء وهي الزراعة في الفضاء وعشان نحكي عن الزراعة بالفضاء بدي قبلش بسؤال السؤالي هو شو باقله بالفضاء كيف با إحنا منعرف البعثات المأهول للفضاء تعتمد على الطعام المعد من الأرض هون نقدر نشوف تحضير لطولة عشاء على محطة الفضاء الدولية وهون نقدر نشوف برضو مهندسة طيران اللي هي برضو رائدة فضاء اسمها وليامز عم تعرض الوجبة اللي أعدتها برضو بمحطة الفضاء الدولية وعندنا هون صورة لرائدة فضاء اسمها فالنتينا ترشكوفا وهي عم تأكل من أنبوب الطعام تبعها في إحدى المهمات بتاعتها بما أنه عم نحكي عن فالنتينا ترشكوفا بدي أستغل الإشي وأحكي عن شغلة مخصهاش بالزراعة على الفضاء فالنتينا ترشكوفا كانت أول إمرأة في الفضاء هي كانت رائدة فضاء ومتزوج من رائدة فضاء كانت إمرأة ذكية جدا ومعها دكتوراه في الهندسة طيب كمان سؤال هل بتعرفوا شو هي أصعب الأطعمة اللي ممكن نقدمها لأفراد الطاقم لفترات طويلة في محطة الفضاء الدولية وأكثر إشي بطلبوه الجواب هو الخضار والفواكه بس في عنا مشكلة المشكلة هي أنه بتقدم مدة الصلاحية القصيرة ورقص التبريد المخصص في محطة الفضاء الدولية إلى كون الخضار والفواكه سلعة نادرة بتوصل كمية محدودة فقط من الفواكه والخضروات الطازجة بانتظام مع كل مركبة زائرة ولكن لما بتغامر طواقم العمل بعيد في الفضاء وبتسافر لأشهر أو لسنوات بدون شحنات إعادة الإمداد شو بصير؟ الفيتامينات اللي معباي مسبقا بتتفكك بمرور الوقت وهذا الإشي ممكن يمثل مشكلة لصحة رواد الفضاء بالإضافة لكل هاي الشغلات التكاليف جدا جدا عالية يعني على سبيل المثال إذا أنا أدقى أروحها على المريخ أنا عندي سبع أشهر روحها على المريخ عندي سبع أشهر رجعة من المريخ هاي لما المريخ والقمر المريخ والأرض في أقرب مسافة بناتهم فهذا الإشي يعني عندي سبعة وسبعة أربعة عشر شهر روحها رجعة غير الوقت اللي رح أظل فيه على سطح المريخ هذا الوقت جدا كثير ولازم كثير طعام نفرض إنه قدرنا نجيب كل كمية هالطعام ونعبيها ونجمدها ونوخذها معنا رح نحتاج كثير وقود لنتغلب على الجاذبية بسبب الوزن اللي رح يكون كثير ثقيل لهيك بلش رواد الفضاء بالتحقق من إمكانية الزراعة في الفضاء وفي محطة الفضاء الدولية تم بالفعل إجراء العديد من التجارب لزراعة نباتات صالحة للأكل ولإنه بتخلف الظروف في الفضاء عن الأرض الزراعة في الفضاء بتطرح بعد التحديات المثيرة جدا للاهتمام رواد الفضاء بفحصوا كيف بتأثر هاي الظروف على طريقة طبول محاصيل على جودتها وكيف ممكن إني نزرع نباتات في ظروف الجاذبية الصغرى وبدي أحدث جاذبية صغرى لأنه كثير ناس بيقولوا أنه ما فيش جاذبية في محطة الفضاء الدولية في جاذبية بس هي جدا جدا صغيرة السؤال المهم طبعنا هون هو كيف ممكن نزرع بالفضاء وقبل ما نحكي كيف ده حكي لكم معلومة جدا مسيرة للاهتمام هي أنه بسنوات الأربعين قبل بكثير من أي إنسان أو من أي حنوان نبعث على الفضاء أول كائن حينبعث على الفضاء كان بذور ذرة ومش بس هيك أطلقوا بذور من شجر لمسار حول القمر ورجعوهن على الأرض وزرعوهن هون عشان يتأكدوا أنهن مخربوش وأنهن مصر لهنش إشي ومن الأربعينات لليوم كملوا يعملوا تجارب بالنبتات وبالزراعة في محطة الفضاء الدولي كيف عملوها؟ يلا نشوف عنا هون نظام إنتاج خضروات معروف باسم فيجي اللي طورت الناسة في 2014 فيجي هو عبارة عن حديقة فضاء مقيمة بالفضاء في محطة الفضائية يعني وعادة بتحتوي على ست نبتات كل نبت بتكون موجودة في وسادة مملوئة بوسائل نمو وبسماد وهاي الوسائد بتكون جدا مهمة للمساعدة في توزيع المياه في توزيع المغذيات والهواء وأنه يكون فيه توازن صحي حول الجذور لأنه غير هيك شو رح يصير الجذور يا إما بتغرق في الماء أو بتلعها الهواء ولش بتلعها الهواء؟ لأنه السوائل بتميل لأنها تكون فقاعات بالفضاء بسبب الجاذبية القليلة أو الميكرو جاذبية لحد اليوم نجحت فيجي في زراعة مجموعة متنوعة من النباتات بما في ذلك ثلاث أنواع من الخس الملفوف خردة للميزونة اللفت الإحمر وزهور الزيني زهور الزيني نجحه بزراعتها مش زمان بال2016 تم حصاب بعض النباتات وتم أكلها من قبل أفراد الطاقم وأعادوا العينات المتبقية للأرض لتحليلها كانت فيه مخاوف كثير كبيرة من أنه يكون فيه ميكروبات ضارة اللي بتنمو على المنتجات هاي بس لحد اليوم ما تمش الكشف عن أي تلوص ضار والطعام كان جداً آمن وجداً ممتع للطاقم الفريق اللي في مركز كينيدي للفضاء أعلن على زراعة المزيد من المنتجات مثل البندورة، الفلفل، التود، والفاصولية وأطعم أخرى اللي هي غنية بمضادات الأكسدة مضادات الأكسدة بيكون إلها فائد إضافية ليش؟ لأنه بتوفر هي بعض الحماية من الإشعاع الفضاء لأفراد الطاقم اللي بوكلوها رائد فضاء من ناسا تمكن أيضاً من أنه يزرع الفلفل الحار اللي حكينا عنه في 14.2021 يعني قبل سنة بالضبط من اليوم تقريباً إضافة حديثة لمحطة الفضاء اللي هي غرفة APH هاي أكبر غرفة نمو على متن المختبر المداري المختبر المداري يعني هي محطة الفضاء الدولية لأنه هي عبارة عن مختبر اللي تمشي في مدار الأرض فبقولوا لها مختبر مداري تم تصميم هاي الغرفة APH بحجم سلاجة صغيرة تقريباً وهي بتختبر ظروف النمو اللي بتفضلها النباتات بالفضاء APH بتوفر مساحة أكبر للجزر وهاي المساحة بتسمح أنه النمي مجموعة متنوعة من المحاصيل على متن المحطة لحد اليوم تم استخدام الموطن لنمو ودراسة نبات اسمه الأرابي دوبسيس الأرابي دوبسيس هي نبتة مزهرة صغيرة وهي مرتبطة بالملفوف بالخردل وبالقمح بس الفرق المهم بين VG و APH إنه APH على العكس VG هو مغلق وآلي وفيه كثير كاميرات وفيه أكثر من 180 جهاز استشعار الأجهزة هاي والكاميرات دايماً على اتصال دائم مع فريق على الأرض في كينيدي عشان هيك هو ما بيحتاج للكثير من الرعاية اليومية من قبل الطاقم لأنه بتتم مراقبته من الأرض APH مجهز بمصابيح بعدة ألوان وفيه عنده مجموعة متنوعة من الإعدادات الي منقدر عن طريقها ننتج ضوء بنطاق معين من صفر لألف ميكرو مول ميكرو مول هي وحدة اللي منستخدمها لقياس أو لوصف قديش مصدر الضوء شديد يعني شدة مصدر الضوء ألف ميكرو مول يعني كثير شديد وصفر يعني قليل من خلال توسيع طيف الضوء أو تذيقه طبعاً الباحثين بيقدروا يوسعوا ويزيقوا أنواع النباتات اللي بيقدروا يدرسوها بالفضاء ويخصصوا الضوء اللي بدهنية لإحتياجات النبدة لأنه كل مصباح بداخل APH نقدر نضبطه على أي مستوى ضمن النطاق اللي حكينا بين صفر لألف يعني APH هو أكثر من مجرد أداة دقيقة لأنه إذا الفريق إجا كان بده قدر معين من الضوء عشان يعمل تجارب معينة فهن APH بيقدر يوفر لين هذا الإشي برضه بيقدروا يتلعبوا بالرطوبة وبدرجات الحرارة لما يكون الحصات جاهز للدراسات أو للأبحاث التاقم بيجمعوا عينات من النباتات بيجمدوها أو بيصلحوها كيبيائيا يعني بيخلوها تمرق تفاعلات كيموية اللي بتحافظ عليها وبرسلوها كمان مرة للأرض عشان يدرسوها لحتى يتمكن العلماء إنهن يفهموا كيف الفضاء بأثر على نموهن أو على تطورهن رواد الفضاء في هاي الحالة شو محلن من الإعراب؟ رواد الفضاء كل الوقت بيتابعوا التغييرات اللي بتصير في النباتات بيراقبوا عدة عوامل، بيراقبوا اللون، بيراقبوا الشكل، عدد الأوراق، ارتفاع الأوراق وإلى آخره وبالإضافة لهذه الشغلات رواد الفضاء بيعملوا إشي كثير مهم لحافظوا عن النباتات اللي بدون هذا الإشي بنفعش النباتات الموجودة بالغرف الغير آلية رواد الفضاء مجبورين يسقوها بس كيف؟ هل بقدر بيسقوها بشكل طبيعي مثل على الأرض؟ طبعا لا، ليش؟ بتاعوا نشوف الفيديو بالفيديو شايفين إحنا رائد فضاء بطلع قطرة مي ومثل ما إحنا شايفين المي ما بتتصرف بنفس الطريقة مثل على الأرض ولهيك هن بسقوها بس عن طريق كيس وأنبوب مثل ما شايفين هون بالصورة بهاي الصورة إحنا شايفين رائدة فضاء اللي عم بتجرب تسقي النبتة كيف بصير الإشي؟ هي معها كيس مي من الكيس طالع أنبوب هذا الأنبوب واصل لإبرة زي إبرة الدواب بس كبيرة الإبرة من ناحية ثانية طالع منها كمان أنبوب اللي بوصل لجزر النبتة فرائدة الفضاء بتسحب المي عن طريق الإبرة بعدين بتسكر المجرى اللي موجود بين الإبرة وكيس المي وبعدين بتطلع المي من الأنبوب الثاني بوصل ضغري على جذر النبتة ومجبورة توصله بالضبط على جذر النبتة لأنه في عنده كل الوقت إمكانية أنه يطير أو أنه ما يتغلغلش يعني في الجذر بس السؤال المهم عندنا هل المي كافي لتعيش النبتة؟ تعال نشوف شو إحنا بنحتاج لزراعة النبات؟ منحتاج ضوء، منحتاج مياه، ومنحتاج تربة ضوء كيف حكينا فيه؟ ومياه كيف شفنا برضو فيه؟ طب شو مع تربة؟ ما فيش تربة ولكن اكتشفوا الباحثين في عملية التمثيل الغذائي للنبات أنه العناصر الغذائية اللي بتمتصها النبتات هي أيونات بسيطة في الماء وفي ظل الظروف الطبيعية هاي التربة اللي إحنا بنستعملها على الأرض يعني هي تعتبر أساساً خزان للمغذيات مش أكثر لأن التربة نفسها مش ضروري لنمو النبتات فبمساعدة الجذور النبتات بتقدر تمتص العناصر الغذائية في التربة لما هاي العناصر الغذائية تكون زيبة في الماء فعملياً إذا أنا بضيف هاي العناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات بشكل مصطنع للمياه تبعة الراي النبات مش رح يحتاج لوجود طبق التربة فعملياً أنا بقدر أزرع أي نبات تقريباً باستخدام زراعة اسمها الزراعة المائية بس طبعاً في نبات ملأمة أكثر للزراعة النباتية من النبات آخر الزراعة المائية هي إحدى النظم تبعة الزراعة بدون تربة ويقصد بها أنه النمي النبات في بيئة أساسية للنمو والاستمرارية الزراعة المائية يفي إلها عدة مميزات اللي هي منيحة لإلنا من هاي المميزات أنه عن طريقها أنا بقدر أوفر توفير جداً كبير في المياه والأسمة بقدر أوفر إلى حوالي 90% بقدر أضاعف الإنتاج في وحدة المساحة لأنه بخصش كثير محل بقدر أوفر في العمال الزراعية والإشي بفيدني في سرعة إنتاج المحاصيل الزراعية وبرضو التقليل من استخدام المبيدات الحشرية بتخلف مكونات تصميم لأخرى حسب نوع النبات وبيئة الزراعة والتكلفة طبعاً بس كل ياتها بتحتوي على شبكة أنابيب وخزان ومضخة عشان ينقلوا المحلول المغذي لشبكة الأنابيب عشان يغذوا النبات وبعدها المحلول المغذي مرة أخرى بيرجع للخزان وهذا الإشي بيؤدي على أنه إحنا نحافظ على هالمحلول ومنفقدوش والساعتها بنقدر نستفيد منه مرة أخرى فعملياً بتم استخدام هذا النظام لزراعة النبات بدون تربة بهاي الطريقة بقدروا يزرعوا برضو على الأرض توت، بندورة، فلفل، أخاس وأغلب أنواع الخضروات والفواكه الأخرى الحلو بهاي الطريقة أنها بتعتمد على خاصية جداً جداً حلوة موجودة عند النباتات هاي الخاصية اسمها أو بالعربي الحركة الشعيرية الحركة الشعيرية هي عملياً عملية تدفق أو ارتفاع جزيئات السائل في مساحة معينة بدون مساعدة قوة خارجية مثل ما شايفين في الفيديو هذ الإشي بيصير بسبب القوة الموجودة بين جزيئات السائل والسطح الصلب المحيط فيه بهاي الحالة السطح الصلب عندنا هو المحرمة هاي الحركة أو الارتفاع اللي السائل بوصله يعني هو بطلع لفوق موجودة في علاقة عكسية مع الجاذبية كل مكاتل الجاذبية أعلى بيكون أصعب على الجزيئات إنها تتغلب عقوة الجاذبية وتطلع من الجذر لفوق في النبدة لهذا السبب الارتفاع محدود على سطح الأرض الارتفاع محدود لحوالي 115 متر وأطول شجرة على سطح الأرض برضو طولها 115 متر فبما إنه العلاقة عكسية شو الإشي بيقول؟ الإشي بيقول إنه بالفضاء مش بس أحسن وأسرع ليش؟ لأنه الجاذبية قليلة بالنسبة للأرض ولهيك أهون على جزيئات السائل الموجودة في جذور النباتات إنها تطلع من تحت لفوق تتغلب على قوت الجاذبية الصغرى وتغذي النبدة في عنا هون صورة هاي تجربة بتقدر تعملوها في البيت كثير حلوة وبتحتاجش إشي بتجيبوا كباية كباية ماء بتحطوا فيها شوية ماء من تحت وبعدين بتجيبوا ورقة أو محرمة بس مش المحرمة اللي بتضوب في الماء المحرمة اللي بتنتص الماء بترسموا عليها خط في توش مش مهم أي لون وبتنزلوا المحرمة في الماء بس طرفها يطوب في الماء الخط يكون لفوق شوي الخط بيكونش في الماء يتركوها لعدة بعشي إذا لعدة ساعات أقل من عدة ساعات يتركوها شوية وقت وشوفوا كيف بعد شوي اللون رح يبلاش يطلع لفوق لحاله ليش؟ لأن الجزائيات الماء عن طريق الحركة الشعيرية أو الكابيلر ايكشن تبعتها بتطلع لفوق تتغلب على قوت الجاذبية شوية شوية بتصير تطلع لفوق طيب حكينا كثير عن زراعة وفضاء وآلات زراعة طب ليش؟ يعني شو بيفيدنا الزراعة بالفضاء؟ حكينا ومنرجع نحكي كمه مرة أنه أولا رواد الفضاء الموجودين بالفضاء في ظروفه السعبة بيحتاجوا للغذاء فالزراعة طبعة النباتات بالفضاء ممكن تخلي رواد الفضاء مش ممكن أكيد رواد الفضاء تخليهين يحصلوا على طعام صحي ومتوازن أكثر من تناول الأطعم المعلبة والمجمدة كل الوقت ثاني إشي حكينا عن السفر لمسافة بعيدة بالفضاء وبحال قررنا أنه نوصل للمريخ إحنا مجبورين يكون عندنا بديل للإمدادات المتكررة ليش؟ لأنه حكينا كثير وقت عندي سفر روحة رجعة وعندي وقت اللي بقعد فيه على المريخ فرح أحتاج كثير إمدادات طعام وبرضه بهذه الحالات نحتاج لتوفير مادي سبب آخره أنه النباتات بتعمل عملية اسمها عملية التمثيل الضوئي هاي العملية نقدر نقول عنها معجزة خلال هاي العملية النبت بتأخذ مواده معادن من البيئة بتأخذ ثاني أكسيد الكربون اللي هو بيطلع من باقي الكائنات الحية أثناء التنفس بتأخذ طاقة بتأخذ ضوء وبتصنع على نفسها إشي اسمه جلوكوز هذا الجلوكوز هو نوع من أنواع السكر خلال هاي العملية النبت بتنتج أكسوجين هاذ الأكسوجين إحنا بنتنفسه بنطلع ثاني أكسيد الكربون اللي بترجع النبت تأخذه تمرق نفس العملية وهكذا دولي لهيك زراعة النبات في محطة الفضاء الدولية منقدر نقول أنه بيرفع من جودة الهواء اللي بتنفسه رواد الفضاء ومنقدر نقول أنه هذا النظام اللي هو نظام الزراعة بالفضاء هو عبارة عن نظام داعم للحيا غير كل هاي الشغلات بالإضافة لإلها عندنا سبب كمان كثير مهم لا يقل أهمية عن كل الأسباب اللي حكيناها وهو تحسين الحالة المزاجية لرواد الفضاء معالجة النباتات أثناء إقامتهم في محطة الفضاء الدولية ممكن يرفع من معنوياتهم ليش؟ لأنهم بيظلوا كثير وقت داخل محطة الفضاء الدولية مع ناس معينين مع أجهزة إلكترونية محيطة فيهن وكمان سبب كثير مهم اللي حبي أحكي لكم إياه واللي هو برضو كمان مرحلة من مراحل اللي نحكي عنها اليوم في المحاضرة طبعتنا هي أنه العلماء عم بدرسوا كيف يزرعوا النباتات بالفضاء على أمل أنه يوم من الأيام نقدر نزرعها على سطح القمر أو حتى على مستعمرة مريخية على المريخ منعرف بدن يطلعوا على المريخ بدن يعملوا هناك مستعمرات بدن أنه الإنسان يجري بعيش على المريخ يكون عندنا كمان كوكب دعم للحياة بس إزرع على سطح القمر ليش؟ يعني ليش القمر؟ أولاً ناسة بتطمح لأنها تجعل القمر محطة جديدة لرواد الفضاء اللي فيها هنه ممكن يتزودوا بالإمدادات المختلفة من أكل ومن وقود وإلى آخره مهمات عديدة حديثة عم بتصير على سطح القمر منها مهمة أرتيميس يلي كان مفروض أنها تنطلق بالأشهر الأخيرة ولكن كالعادي بكل انطلاق للفضاء دايماً بيكون فيه تأزيلات بالدقيقة التسعين هاي المهمة رح تسمعوا عنها أكثر بمحاضرة أرتيميس اللي رح تكون بكرة مع المحاضر مجد ثابت زراعة سطح القمر بلشت زمان أو التجارب لإلها بلشت زمان ولكن بس في 2019 حققت الصين أول هبوط ثلث للبشرية مش بس على القمر على الجانب البعيد من القمر هالإشي كان في 3.1.2019 المهمة كان فيها مركبة فضائية آلية ما كانش فيه ناس أو رواد فضاء فيها المركبة الفضائية هاي أو المهمة هاي هي كانت جزء من المرحل من مرحلتين يعني هي مهمة من مرحلتين إحنا كنا هون في المرحل الثاني ببرنامج معين اللي هو برنامج بهدف لاستكشاف القمر في الصين بداخل المركبة كان فيه تجربة لطلاب ثانوية من الصين التجربة كان فيها بذور قطن كان فيها بطاطا وكان فيها يرقات من فراشة أو من دوت القز بالصورة هون بنقدر نشوف نباتات القطن يلي نجحت إنها تنمو على القمر طبعاً النباتات ماتت بعد فترة قصيرة ليش؟ السبب هو إنه القمر بدور حول محوره بشكل جداً بطيء بالتالي الليل والنهار بدوموا كل واحد فين حوالي أسبوعين غير إنه ما فيش عنده غلاف جوي الغلاف الجوي اللي عنا على الأرض برجع بعض إشعاع الشمس أو بلتقط بعض الحرارة أما بالقمر هذا الإشي مش موجود فهذا الإشي بيعني إنه خلال النهار يعني لما إحنا نكون على جانب القمر المواجه للشمس درجة الحرارة بترتفع لحوالي 120 ل130 درجة مئوية وبالليل بتنخفض ل 173 درجة مئوية تحت الصفر فلما الشمس بتطلع أو لما يجي النهار على القمر النباتة ما تحملش الحرارة ومات صح مات بعد وقت قصير وصح ما قدرناش نوكله ونحصده ونفحصه ومثل ما صار بمحطة الفضاء الدولية ولكن هذا النمو أثبت إشي كثير مهم واللي هو كان الهدف من هاي المهمة هو إنه الزراعة على سطح القمر ممكنة ومش مستحيلة الإشي ما خلصش بـ 2019 في شهر خمسة لـ 2022 علماء في جامعة فلوريدا أفادوا بإنه نجحوا في زراعة نباتات من بذور إن زرعت في عينات القمر هنا ما كانش فيه ميكرو جاذبية أو جاذبية قليلة هنا فحصوا سطح القمر نفسه ومش الظروف الأخرى لأنه أخذوا عينات قمرية اللي رواد الفضاء جابوها قبل عقود خلال برنامج أبولو لما هبطوا على سطح القمر وزرعوا فيها النبات ونجحوا وهي الصورة اللي إحنا شايفينها قدامنا هي صورة لهذه النبات اللي طلع على سطح القمر أو على عينات من سطح القمر هيك أعزائي منكنوا وصلنا لنهاية محاضرتنا لليوم شكرا كثير 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 لكل المشتركين بتمنى لكم النجاح بكل إشي إذا في عندكم أسئلة أنا هون عشان أجاوب في عنا سؤال من طالب بالشاك بيقول أنه هل النبتة بالفضاء بتنمو باتجاه معاكس لكيف هي على الأرض الجواب جدا حلو لأنه شافوا هنه أنه فيه إشي كثير مثير للاهتمام عند النبتة أنه النبتة عم تنمو دايما عكس الجاذبية عندنا النبتة بتطلع على فوق لأنه الجاذبية عم تجرب تسحبها لتحت فبالفضاء أو بمحطة الفضاء الدولية لحد اليوم كل مرة كانوا يزرعوا فيها نبتات النبتات ما كانتش تنمو مثل ما كانت تنمو على الأرض كان الجذر يطلع عناحة معينة والنبتة عناحة أخرى بس مش لتحته لفوق بس بعدها يعني النبتة برضو حافظت على هاي الخاصية أنه دايما النبتة بتكون باتجاه معاكس للجذر كيف بتطلع سؤال آخر شو بيصير مع النفايات اللي بنتجوها رواد الفضاء بالفضاء وفي محطة الفضاء الدولية بشكل خاص دايما هني ماشيين على نظام اللي هو نظام إعادة تدوير تقريبا كل إشي بنفعه يدوره عن طريق عادة تدوير هاي هني بقدر يستفيدوا من كل إشي اللي بشكل عام نستفيدش منه ويعملو لهدف آخر واحدة من هاي الأشياء هي فضلات رواد الفضاء رواد فضاء كثير اللي أفادوا بأنه فضلاتهم ممكن تستعمل لسماد للنباتات بس مش كل الوقت وكمان شغلة هيك حلوة وصغيرة بتضحك إنه في رواد فضاء اللي بحرقوا الفضلات وبرموهن في السماء اللي إحنا من هون بنفكرهن نيازك أو شهب بس هي بتكون فضلات اللي حرقوها ورموها في الغلاف الجوي حكينا اليوم عن المحاضرة بالمحاضرة تاعتنا عن الزراعة بالفضاء حكينا عن أهداف الزراعة بالفضاء عن العلاقة الموجودة الأخرى بين الفضاء والزراعة كيف العلم تبعنا بالفضاء بأثر على زراعاتنا على الأرض وكيف نربط الإشي بالزراعة في الفضاء نفسه وبرضو حكينا عن إنه البشرية عمليا كل الوقت في تقدم في موضوع الزراعة بالفضاء وخاصة على القمر إذا بعد في أسئلة طيب ما فيش أسئلة شكراً كثير لكم يعطيكم ألف عافية وبالنجاح وكل الاحترام لكل اللي بيحبوا هاي المواضيع الموضوع جداً مثير للاهتمام وكل وقت موجود في تقدم فأي حدا بيحاول إنه يفوت في هذا الموضوع دائماً مستقبله رح يكون حافل بتطورات جديدة شكراً كثيراً ترجمة نانسي قنقر